ساعات من كتر عبقرية الإنسان ونجاحه الناس ما بتكونش قادرة تستوعب كل ده وإن فيه إنسان زيهم يعمل حاجات عبقرية فيطلعه خرافات إن الشخص ده متصل مع عالم آخر متطور أو إنه سافر عبر الزمن وعرف يعمل كل الحاجات دي هو ده بقى اللي بيحصل دلوقتي مع ليوناردو دافينشي بس مين بقى دافينشي الحقيقي العبقري اللي بقى عبقريته أبهر العالم نهارده بقى في قصة إنسان هنتعرف على تفاصيل حياة ليوناردو دافينشي بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سابسكايا بالقناة وتفعلوا جرس الإشارات عشان نوصل لكم كل جزيب وتعملونا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا هنكمل ونقدم حالات أحسن وتكتبوا لنا التعليق تحت على رايكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عليكم يلا بينا قبل ما نعرف حياة ليوناردو دافينشي لازم نعرف كويس حاجة مهمة أولا إن كانت أوروبا بدأت في عصور النهضة والثقافة قبل ميلاد دافينشي بكم سنة في العصر ده كان مميز بالفن والعلوم المختلفة اللي كانت قائمة على التجربة غير فنون وعلوم العصور الوسطى المظلمة المهمة بقى في 15 إبريل 1452 لطول الطفل اسمه ليوناردو في قرية دافينشي التابعة لجمهورية فلورانس وكان ليوناردو نتاج علاقة خارج إطار الجواز الشرعي كانت أمه كاترينا فلاحة بسيطة وأبوه السير بيرو كان كاتب عدل في فلورانسا في بداية طفولته عاش مع أمه بس بعد كده هيروح علشان يعيش مع عائلة أبوه علشان يعيش مع جده وجدته وفي الوقت ده ما كانش فيه عند جده أنطونيو غير ليوناردو حفيد والوريس لعائلته على الرغم ان هو الامن الغير الشرعي بس هيكون قاعد معاه في نفس البيت المهم بسبب ان ليوناردو امن غير شرعي علشان كده مش هيضر ان هو يخش المدارس وعائلة أبوه هتجيب له مدرسين خصوصي تحل طبيعي في الوقت ده هيتعلم القرية والكتابة والحساب أما بقى اللغة اللاتينية اللي هي لغة العلوم في الوقت ده ما تعلمهاش بجدية غير بعد لما كبر وهكذا الرياضيات العليا زي الهندسة والجبر من صغره هو كان بيحب الرسم جدا حتى لما عمه أخده على الأراضي الزراعية حوالين فنشي كان بيرسم كل اللي يعجبه وده هيديله ميزة عن غيره من الفنانين اللي سبقوه أو اللي كانوا عايشين معاه وهو التدريب على الأشكال الطبيعية وتجربة الرسم زي رسم الطيور والأشكال بتاعة الأشجار والغبال حتى كمان البني أدمين بعد كده جده جدته هيموته وأمه بقت متجوزة ومخلفة حوالي خمس أطفال فيروح على فلورانسا مع أبوه اللي كان في الوقت ده بيخطط لجوازه الثاني بعد موت مراته الأولانية وبسبب علاقات أبوه هيروح عند فنان مشهور اسمه ذيروكيو علشان يتعلم الرسم بشكل أكاديمي وهنا في الوقت ده كان عنده حوالي 15 أو 16 سنة بعد كده في سنة 1472 هيتم قبوله في نقابة الرسمين في فلورانسا بس هيفضل شغال مع فيروكو لمدة خمس سنين وفترة تعليمه مع فيروكو رسم ضمن لوحة معمودية المسيح الملاك اللي كان ماسك ملابس المسيح وده خلى فيروكو ينبهر برسمه جدا ده غير كده كمان كان فيه تمثال لديفيد عمله فيروكو كان نحته وبيقال إن التمثال ده متاخد مأساته وشكله من دافينشي المهم بعد كده هيعمل ورشة للرسم لي 1481 ومن هنا هيجيله مشروعين مشروعية من لوحة لدير سانت دوناتو باسم عبادة المجوث ولوحة تانية لكنيسة القديس برنارد بس لوحة عبادة المجوث مش هيكملها أما اللوحة التانية أساسا مش هيبتدي فيها لأن في الوقت ده كان عايز يسافر على ميلانو لأن ميلانو كانت هتبتدي إن هي تكون منافسة الأهم مدن العصور النهضة فكانت بتؤمن بفكرة التجربة إن لازم الإنسان يجرب سواء بالفن أو في العلم أما في لورانسا راحت عند الفلسفة الزهنية اللي ما كانتش بتقدر فكرة التجربة وطبعا لأن ليوناردو من أيام طفولته كان بيروح مع عمه على المزرعة وبيجرب دايما إن هو يرسم ويرسم أشكال كثيرة جدا فكرة التجربة دي هيكون بيحبها جدا علشان كده هيسافر على هناك وهيكون رسام ومهندس لحاكم ميلانو وبسبب فكرة إن هو ابن غير شرعي ده هيخليه مهتم بأنقته بأسلوبه مع الناس وسلوكه المهزد فهناك في أصر حاكم ميلانو كان مرحب بيه لأنه كان شخصية لطيفة مع الناس وكان هادب طبعه عمل بقى لوحة عزراء الصخور بعد كده عمل لوحة العشاء الأخير لدير سانتا ماريا وكان هيعمل مشروع ضخم لحاكم ميلانو اللي هو كان المفروض يعمل تمثال برونز لفرانشيسكو سفروزا مؤسس العائلة الحاكمة لميلانو في الوقت ده بس ميلانو دخلت في حرب مع فرنسا وبالتالي البرونز اللي كان يتعمل بيت تمثال هيروح لصناعة المدافع ومات المشروع ومع موت المشروع هيخش الفرنسويين على ميلانو فهيمشي ليوناردو مع لوكاس اللي هو كان صديقه عالم الرياضيات وتلميزه سلاي وهيروح على مونتوفا بعد كده هيروح على فينيسيا وبعد كده هيرجع للمرة التانية على فلورانس وكان بيجدد هيكل كنيسة سان فرانسيسكو بعد كده هيروح مع سيزر بورجيا امن البابا الكسندر السادس وهيكون المهندس العسكري بتاعه وفي الشغل معاه هيرسم مخططات ديبوغرافية للمدينة علشان تكون دي البدايات لرسم الخرايط الحديثة اللي موجودة دلوقتي وقابل هناك ميكيافلي رجع فلورانسا مرة تانية علشان يعمل خطة ربط نهر اونرو بالبحر علشان تكون فلورانسا دولة تجارية بس المشروع هيتوقف وللصدفة ان ايطاليا لما تيه تعمل طريق سريع من فلورانسا للبحر هتعمله على المصاري اللي عمله دافينشي وفي نفس السنة هيتعرض عليه ان هو يعمل لوحة معركة انجاري بس مش هيكملها وبعد كده هيعمل لوحة الموناليزا وهنا بقاها هيدخول له ميزة تانية دافينشي كان بيروح مستشفى سانتا ماريا نوفا علشان يشوف هناك التشريح ويقدر ان هو يرسم بطريقة صحيحة لان من ضمن المراحل بتاعة الرسم الكويس لازم يكون الانسان ده عارف تشريح ويقدر ان هو يرسم صح وفي سنة 1506 هيروح على ميلانو المرة التانية وهناك هتكون شغولته الاستشارات المعمرية وفي الوقت ده هيكون معه سيلاي والارستقراطي ميريزي اللي كان صاحبه في اواخر ايامه وكان بيعمله كابنه لان ليوناردو ما تجوزه ولا خلف طول حياته ومع اضطرابات الاوضاع في ميلانو هيروح على روما ويستقبله اخو البابا الجديد ليون العاشر استقبال كويس جدا فداله مجموعة من الاوض مع مرتب شهري واحد ثلاث سنين هناك لغاية ما هيجيله عرض من ملك فرنسا فرنسيس الاول وهيسافر على فرنسا سنة 1516 مع صاحبه ميليزي وهيشتغل هناك المهندس والمعماري الاول للملك وهيصمم هناك اصر مورانتين علشان يكون مسكن للملكة الام بس بسبب مرض المالاريا اللي كان متفشي في المكان ده مش هيقدر ان هو ينفذ الاصر وفي 2 مايو 1519 يموت ليوناردو دافنشي ويدفن في كنيسة سانت فلورانسين ويكتب كل املاكه لصاحبه وابنه ميليزي ومع نهاية الثورة الفرنسية هتتدمر الكنيسة وحتى الان مش هنقدر ان احنا نحدد مكان دفنه كويس زي ما شفنا عبقريت ليوناردو دافنشي ما كانتش زي ما الناس كانت بتعتقد ان هي من كائنات فضائية او من سفره عبر الزمن بس كانت من ان هو ابن غير شرعي الاب عنده غيره 11 ولد وبنت ده غير ان المجتمع بينبز او بيرفض الامناء الغير شرعيين فهو شاف ان الحل الوحيد في اندماجه في المجتمع هو شغله صدل يطور من رسمه بالتجربة او بالتشريح هندم نفسه وحل اسلوبه خلى لطيف مع الناس كل ده اداله الفرص علشان نشوف عبقرية انسان طور من نفسه وبس كده دي حلقة النهاردة مع السلامة اشتركوا في القناة